أهلاً أحبائنا مشاهدينا ما زلنا في موضوع الحياة المثمرة والحديث الجميل مع رجل الله القص رضا عدلي ويعني عاوز إحنا حكينا أو بنتكلم عن يحنى 15 بس حتى يعني الرسالة حتى يحنى المعمدان في بداية خدمته قال اصنعوا لكم أثماراً طليق بالتوبة والرسول بولوس عندما وقف أمام الملك أغرباس أغرباس الثاني قال هذه العبارة عاملين أعمالاً طليق بالتوبة فالتوبة إلها ثمر طبعاً في ثمر الروح في ثمر الصلاح في ثمر البر في ثمر الإيمان أو مثل ما بقول في كلوسة واحد مثمرين في كل عمل صالح ولكن إحنا بنتكلم عن الثمر كمان النفوس يعني في يحنى 15 ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم فيعطيكم الآب كل ما طلبتم بإسم ولكن لما بقرأ يعني هون لك توضح لنا أكثر في يحنى 15 بقول كل غصن فيها لا يأتي بثمر ينزعه وكل ما يأتي بثمر يعني بكون مثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر وهون يعني بنرجع لصدى الصوت خلقنا لنثمر وبدو الرب ثمر أكثر وبعدين بيتكلم بدون لا تقدروا أن تفعلوا أي شيء بعدين بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير كثير فتكونون تلميذي فإذا في ثمر في تنظيف أو تقليب وفي يعني مجد الرب أنه نأتي بثمر ولكن برضو بيقول إن كان أحد لا يثبت فيه يطرح خارجا كالغصن فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار في احترق كلام جميل بس كلام خطير فضل الأسيس الحقيقة ده نص غني وثاري زي ما حياتك عارف وزي ما كل مشاهدة ومشاهدة عارف كويس أوي لكن أنا نفسي أسيس نظار إن إحنا ننظر إلى هذا الأمر ونسمعه بودان الشعب اللي سمعه الأول مرة طوله عمر الشعب إسرائيل بيعتقد إن إسرائيل هي الكرمة كرمة نقلت من مصر كرمة نقلت من مصر زي ما بيكلف مصمور 80 الآية 4 كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة غنوا للكرمة المشتهاء مش كده فطول عمر الشعب في إسرائيل كان إيمانه وحتى بالهيكل وحتى بما يوضع أمام الهيكل من صورة الكرمة والمنتشرة كمان في البلاد وإلى آخره هو الكرمة شعب إسرائيل هو الكرمة نفسي ونعرف أنك أنت عندك خيال واسع تسمع بودان الشعب الإسرائيلي وهو يستمع إلى المسيح على ناتن ويقول أنا الكرمة الكرمة الحقيقية وكأنه بيقول أنتو أنتو الكرمة المزيفة اللي لم تعود حقيقية لأني أنا الكرمة الحقيقية وكمان يعطي شيء آخر يقول أبي الكرام يعني أنتو ألم يعود الانتماء إلى الله عن طريق شعب ينتمي إليه الشخص ويولد فيه أو عن طريق دين ينتمي يخرج فيه الشخص ويأخذ عن آبائه أو عن شعبه أو عن أمته لكن أصبح الانتماء إلى الله هو التواجد في هذه الكرمة أنا الكرمة الحقيقية وأنا المسيح بيعمل نقلة كبيرة جدا أن النهاردة الانتماء إلى الله ليس عن طريق شعب أو عن طريق دين لكن الانتماء إلى الله هو الانتماء في شخص المسيح يسوع دي أول فكر